السلام عليكم مشاهدين كتلة هوية حارة إن شاء الله مرتقبة خلال الساعات المقبلة راح تسيطر على أغلب ولايات الوطن بعتبة 37 درجة بشمال البلاد و45 درجة مئوية تحت ظل بالمناطق الجنوبية راح نشوف التفاصيل يوم السبت وصورة القمر للصناعي استقرار وصفات أو ميز أغلب ولايات الوطن الرياح خلال يوم السبت إن شاء الله راح تكون كينا رياح نقدر نقولها قوية نسبيا تميز وسط الصحراء كذلك الجنوب الغربي بسرعة تصل إلى غير 40 كم في الساعة بنسبة لحالة التقسي إن شاء الله المرتقبة لصباح السبت تبقى دائما تلك الإطلالات الجميلة لشمس تميز أغلب ولايات الوطن كما نلاحظه في الصورة لكن خلال الصباح سيكون هناك حضور قوي لإضاباب راح يكون كثيف محليا على أغلب السواحل الوطنية درجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة لصباح السبت درجات حرارة لطيفة جدا نلاحظه فيها تميز أغلب ولايات الوطن 17 درجة على الجلفة التيارة النعمة ومشرية 16 درجة على كل من الجزائر العاصمة بومردس تيبازا لمدية تيزيوزو كذلك على وهران حتى على مدينة تلمسن مع سكر غليزان شلف سيدبل عباس ومدينة البيض تلحق إلى 15 درجة على كل من بيجاية جي جي سكيكدا عن نابا والطارف 14 لقسنطينة 17 كذلك على مدينة الأوات 12 درجة فقط كأدنى مقياس على ولاية باتنا ميلا وخنش 20 درجة مرتقبة على غرداية المنيعة كذلك مدينة الوادي توقرت ولا جلال وبسكرات 18 على ورق لا إليزي وجانت 23 على إنسالح 22 على أدرار وتلحق 29 درجة على إنكزام وبرجباجي مختار بالنسبة لظاهرة يوم السبت إن شاء الله تبقى دائما وضعية جوية مستقرة لكن بعد الظاهرة بحول الله اللحظة يعني موسم نشاط لخلايا رعدية حيكون حاضر وبقوة على أغلب المناطق الداخلية للبلاد بعض الأمطار تكون أمطار متفرقة على فترات بالنسبة لزواب الرامي نلحظ فيها تبقى دائما تنشط على وسط الصحراء وكذلك على الجنوب الغربي درجات الحرارة القصوى لظاهرة يوم السبت ارتفاع محسوس في درجات الحرارة القصوى نلحظ فيها سنسجل حوالي 32 درجة على المدية تزيوزو الجلفة تيارة النعامة ومشرية 36 درجة إن شاء الله مرتقبة على معسكر غنيزان شلفواء السيديبل عباس 25 على وهران 27 بكلمسان 28 على البيض 26 درجة على كل من الجزائر العاصمة بومردسو تيبازا 25 على عنابة جيجل وكذلك على سيكدا 32 درجة على قلمة وسوق أهراس 31 على باتنا 33 درجة على مدينة الأغواط 34 على غردايا المنيعة بشار بنية عباس كذلك على مدينة تورغلا 32 درجة على إليزي وجانت 37 إن شاء الله مرتقبة على الوادي بسكرة ولجلل وتوغرد كذلك الحنسجو 40 درجة على مدينة تندوف 43 درجة على كل من إنجزان وبرج باجي مختار البحر إن شاء الله ليوم السبت سيكون بحر هادي إلى قليل اتراب خاصة على السواحي الوسطى وكذلك شرقية رياح إن شاء الله بعد الظاهرة سترتفع سرعتها لتصل إلى غاية 40 كم في السهل الرؤية ستكون متوسطة على طول الشرق الساحلي إتجاه الموجة شمالية شرقية تماما كذلك على طول الشرق الساحلي قبل الختام حشوفوا مع بعض حالة تقصى بولاية ماسكر وهذا بداية من يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين استقار إن شاء الله يومي السبت والأحد بعد روح السحب تكون كثيفة محليا إن شاء الله يوم الاثنين راح نسجو ما بين 16 إلى 18 درجة خلال الصباحة وما بين 28 إلى 29 درجة خلال الظاهرة والختام سيكون كالعادة بورقة توقيت شرق وغرب الشمس وهذا اليوم السبت لخص الجزاء العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذه المعلومات تصل لطي ورقة حوالي تقصى دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم